ترجمة نانسي قنقر منذ قيام الاتحاد في ديسمبر من عام 1971 تسير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مبدأ تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم متخذة من هذا المبدأ بعد أساسيا في سياسة الإمارات الخارجية وهو المبدأ الذي أرسى دعائمه الشيخ زايد بن سلطان آل الهيان طيب الله ثراه وتسير من خلفه القيادة الحكيمة لصاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل الهيان رئيس الإمارات في نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس ميثاق الأمم المتحدة والمثل الدولية عبر مساهمات جليلة قامت بها الإمارات على مختلف الصعود عربيا وإقليميا وعالميا وتمثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي منذ إنشائها مقاومات المجتمع الإماراتي ونافذته على العالم الآخر ينشر من خلالها فكر ورؤية القيادة الإماراتية التي تؤكد على قيم الأخاء الإنساني وتدعو دائما إلى رفع المعاناة عن الإنسان بصرف النظر عن جنسيته أو دينه مشددة على ضرورة تعميق قيم السلام العالمي وحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار وتؤمن الإمارات الشقيقة أن انفتاح الدول والمجتمعات على بعضها البعض من شأنه أن يعمق أواصر الصداقة والتقارب ويكرس الصور الإيجابية المتبادلة فيما بينها على نحو يدعم أجواء السلام والتفاهم والحوار على المستوى العالمي وتأكيداً لهذه الرؤية تعمل الإمارات على مد جسور التواصل والانفتاح مع مختلف دول العالم وشعوبه لتترجم ذلك بأفعال وسياسات على المستويين الداخلي والخارجي حيث ترتبط الدولة بعلاقات دبلوماسية مع ما يزيد على 182 دولة مما مكنها من أن تكون نموذجاً يحتذى به ليظل ذلك النموذج الباعث على الأمل في إمكانية تحقيق التعايش الحضري بين شعوب العالم وثقافاته المختلفة